سر يا وطن من خلفك سائرون هكذا علت حناجر المشاركين في المسيرة معا ضد الكراهية في مسيرات نجابة مختلف ميادين العاصمة واكشوت ليعبر بصوت واحد أن الشعب الموريتاني بمختلف مكوناته متمسكا بوحدته الوطنية ضد دعاة الفتنة والتفرقة شعرة تنوعت بمضامينها وعناوينها واتحدت في مطلب واحد تعزيز اللحمة الوطنية ومحاربة كل الخطابات التي تحاول زعزعة واستقرار هذا الوطن كان من بين الحاضرين رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز الذي قاد هذه المسيرة الراجلة موجها خطابا دعا فيه أمام الجماهير الشعب الموريتاني بكل مكوناته إلى تمسكه بوحدته الوطنية أمام دعاة الفتنة والتفرقة والعنصرية على حد وصفه تلك المجرمين يسميهم بالمجرمين بأنهم إجرامهم معروف وقانون في قانون 2018-023 ينص عليه وله يطبق إن شاء الله على أي شخص أي شخص يسوى من هو يسوى مستوى ما هو يسوى مكانته شنهية يسوى ذاللي عنده من الاتصالات والمادة والشي يتخول نفسه عنه يحاول لكانه يزعز على البلد وبصيفة ما تخذب الشعب الموريتاني هذا أي شخص إن شاء الله وله يتابع الدولة وله يحاكم الشعب الموريتاني برهنت هذه الوجوه التي جاءت اليوم من مكونات المجتمع الموريتاني على رفضها التام لكل ما من شانه تمزيق وحدة هذا الشعب بشعارات زائفة لا تمتل الواقع المعاش ولا تعطي صورة حقيقية للوطن رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز أكد في خطابه على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة الوطن وأمنه بوصفها خطوطا حمراء اللي عندنا هو أمننا اللي عندنا هو استقرارنا اللي عندنا هي وحدتنا وبالتالي يأتنا الرحب عليها κامل ولان قبلوها ولان قبلها أحد يتاجر بيها مرقب ولان قبل أي حد يتاجر بيها مرقب ولان قبل أي حد يعود يخلص عليها على تفكيك دورتنا كيف ما حصل ويأتنا نشوفوا ذلك خارج بلدنا ونعرف أن بلد الحمد لله حافظنا على أمنه وعلى استقراره بحق شعب الموريتاني قال الشعب كلمته الفصل اليوم بتماسك كل طيافه ومكوناته لا لمن يحاول بث التفرقة بيننا وبين أبناء الشعب الواحد رسالة وجه الشعب الموريتاني ومن بعده رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز للداخل والخارج أن وحدتنا الوطنية هي سر أمننا